الذكاء الصناعي يكشف أسرار لغة الحيتان الحوت يستخدم مقاطع صوتية وجمل وحروف شبيهة بلغة البشر وكيف نجى سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت بقوة التسبيح حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله دراسة جديدة عن الحيتان نشرت في مجلة الطبيعة قبل أيام قليلة في شهر الخامس من عام 2024 هذه الدراسة غريبة جدا ولكنها جاءت نتيجة سنوات طويلة من الجهد والبحث وكثير من العلماء شاركوا في هذه الدراسة بهدف اكتشاف أسرار لغة الحوت هل الحوت يتكلم؟ هل الحوت له لغة طيب؟ ما هو شكل هذه اللغة؟ هل يستخدم حروف كما نستخدم نحن في حياتنا نحن البشر؟ هل هناك تخاطب وتواصل بين الحيتان؟ ما هي أسرار هذه اللغة؟ هذا ما تقدمه هذه الدراسة المهمة التي أحببت أن أتأملها معكم اليوم وأتذكر بنفس الوقت بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا الموضوع وبخاصة قصة سيدنا يونس عليه السلام الذي أنجاه الله من ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات بطن الحوت بشيء واحد فقط هو التسبيح وأهمية هذا التسبيح في النجاة من المهالك وأن آخر ما أمر به الله عز وجل نبيه في القرآن هو التسبيح في البداية أحبتي في الله كيف بدأت قصة اكتشاف أو محاولة اكتشاف لغة الحيتان؟ العلماء منذ تقريبا عام 2005 يراقبون حوت العنبر وهذا الحوت معروف بزكائه الخارق بدماغه الكبير جدا بقدراته التي يتفوق فيها على كثير من المخلوقات حيث أنه يعمل ضمن جماعات يتخذ قرارات مهمة في كسب رزقه في الاستياد في تدبير معيشته وحياته وتكاثره وطبعا هو مخلوق اجتماعي جدا ولكن كيف تمكن العلماء من التأكد أن هذا الحوت يستخدم لغة شبيهة بل ربما تكون أكثر تعقيدا من اللغة التي يستخدمها البشر سبحان الله اكتشفوا أيها الأحبة ما يسمى بالمقاطع الصوتية يسموها كودة أو كوداز بالجمع الحوت يصدر ما يشبه الطقطق أو الصوت العنيف وهذه تصل قيمتها إلى أكثر من 200 ديسبل بحدود 230 ديسبل طبعا هذا الصوت أقوى من صوت إقلاع الصاروخ يعني لو قدر لك أن تسمع صوت الحوت في البحر بهذه القوة سيمزق الأذن البشرية 230 أو 250 ديسبل هذه الشدة العنيفة للصوت تحطم وتمزق الآذان سبحان الله لذلك هذا الحوت يستخدم هذه القوة زوده الله بها بطريقة عجيبة يقوم بإصدار هذه الأصوات العنيفة للتواصل مع بقية الحيتان فتبين أن هناك بحدود 150 كوداز أو لنسميه مقطع صوتي اختصارا يعني هذه الحيتان حيتان العنبر على مستوى العالم تم اكتشاف هذا العدد ولكن العدد ربما يكون أكبر كل يوم هناك اكتشاف جديد ماذا يفعل حوت العنبر يأخذ هذه المقاطع الصوتية أو الكوداز هذه ويضعها في تسلسل معين طيلة السنوات الماضية كان العلماء يعتقدون أن هذه الأصوات عشوائية تماما نحن مثل عندما نسمع صوت القطط مثلا نعتبر أن الصوت عشوائي لا يعني شيئا ولكن حديثا هناك دراسات باستخدام الذكاء الصناعي لمعرفة سر هذه الأصوات الحيوانية في حوت العنبر أحبتي في الله هذا المخلوق تم تحليل أكثر من ثمانية آلاف مقطع صوتي وتبين للعلماء أن الحوت يستخدم هذه المقاطع بدقة وليس عشوائيا فهي أشبه بالأبجدية الصوتية لو صح ذلك ولكن على ما يبدو أنها أكثر تعقيدا فهذه المقاطع يصفها بجانب بعضها هكذا بتسلسل معين وبسرعة معينة يعني نفس المقطع الصوتي إذا غير سرعة أداء هذا المقطع هناك معنى آخر لهذه العبارة ويركب مقاطع بتسلسل معين تبين للعلماء أيها الأحبة أن هذه المقاطع هي عبارة أشبه بالأبجدية الصوتية التي نستعملها نحن البشر ولها تسلسل وسرعة محددة بحيث أنه يعطيك بالنتيجة الجملة التي يريد أن يوصلها لبقية الحيتان سبحان الله يعني شبيه جدا بالبشر قبل أن أكمل لابد هنا أن نتذكر آية عظيمة الذي لفت انتباهي في هذه الأبحاث يعني أنا اطلعت على عشرات الأبحاث حول لغة الحيوانات العبارة المشتركة التي تلاحظها أخي الحبيب إذا درست هذا الموضوع أن العلماء دائما يقولون إننا لا نفهم شيئا هم أمام الصوات يسجلونها وأحيانا حتى صوت النمل النمل النملة تصدر الصوات باستمرار النباتات بعض أنواع النبات سجلوا لها صوت أو ترددات صوتية باستمرار طيب ماذا سموها سموها ثرثرة لا معنى لها بنسبة لهم معلم أن الجهاز سجل هذه الأصوات ولكن لم يفقه ما هي هنا أنا لابد أن أقرأ معكم هذه الآية الكريمة انتبه معي أخي الحبيب القرآن دقيق جدا في الكلمات في تخير المفردة القرآنية انظر معي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يعني من في الأرض ومن في السماوات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن انظر معي لم يقل لا تسمعون تسبحهم قال ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا هذه الكلمة مهمة جدا تفقهون لأن القرآن لو كان من تأليف بشر في القرن السابع الميلادي لقال ولكن لا تسمعون تسبحهم والناس ستتقبل هذا الكلام ولكن اليوم نحن نسمع ونستمع لهذه الأصوات ولكن لا نفقهها فنقول عنها إنها ثرثرة أو كلام فارغ لاحظت أخي الحبيب سأكرر الآية أحفظها رجاء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا فهذا الإله العظيم الذي خلق الكون هو أعلم بما خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى فإذن هنا القرآن عندما يحدثنا عن تسبيح المخلوقات له عز وجل فربما هذه الأصوات المستمرة والمتكررة التي تطلقها الحيتان والتي يعتبرونها كلام فارغ أو ثرثرة ويقولون لا نفهم ماذا يقول ربما تكون تسبيح لله نسمعها ولكن لا نفقهها لا نفقه معناها سبحان الله الشيء الثاني أخي الحبيب أن سيدنا يونس ألقي في البحر وطبعا القصة معروفة أن الحوت التقمه في ظلمات الليل وغاص به في ظلمات بطن الحوت وهنا القرآن العظيم يصور لنا هذا المشهد المرعب حقيقة يقول سبحانه وتعالى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا يعني هو ترك الدعوة إلى الله من دون أن يلتزم بأمر الله أن يستمر في الدعوة لأن قومه لم يستجيب له وذهب في البحر وماجى البحر كثيراً وهاجى البحر بهم وكانوا يعتقدون أنه لابد من إلقاء شخص في البحر حتى تسكن الريح وكان دائماً دائماً القرعة كانت تأتي من نصيب سيدنا يونس عليه السلام سمي بذن نون النون هو الحوت وسمي أيضاً صاحب الحوت في القرآن فقاموا بإلقائه في البحر فالتقمه الحوت هنا القرآن ماذا يقول أخي الحبيب؟ يقول فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون طيب هنا الكائن يسبح الحوت يسبح الله بنص القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمدي والحوت هو شيء فعندما واجهه سيدنا يونس بالتسبيح لم يتحمل هذا الحوت فلفظه أخرجه قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون طيب ما هو التسبيح الذي نادى به سيدنا يونس عليه السلام في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ما معنى فظن أن لن نقدر عليه لا تعني أن الله لا يقدر عليه لا حاشا لله تعني أن الله لن يختبره أنت عندما يقدر الله عليك رزقك يضيق يختبر يبتلي بمعنى يبتليه أو يختبره سبحانه وتعالى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمات متعددة ظلام الليل ظلام البحر تحت وظلام بطن الحوت فنادى في الظلمات وهذا هو دعاء سيدنا يونس لمن ضاقت به الدنيا ولمن شعر أنه هالك لا محالة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين احفظ أخي الحبيب هذا الدعاء واستخدمه في المواقف الصعبة جدا عندما تشعر أن الدنيا ضاقت بك الكل تخلى عنك الأبواب أغلقت في وجهك أقرب الناس إليك تخلى عنك لم يبقى لك إلا الله سبحانه وتعالى أدعو بهذا الدعاء بقلب صادق وتوجه حقيقي إلى الله عز وجل وقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فبقوة التسبيح هذه نجى الله سيدنا يونس عليه السلام طبعا الأنبياء كلهم كان لهم تسبيح معين وعلى في مقدمتهم سيدهم محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين الذي أمره الله بالتسبيح في مواطن كثيرة من القرآن عند ضيق الصدر قال له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أمره بالتسبيح لعلاج الضيق حتى عند الموت آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ سورة النصر في أواخر القرآن سورة النصر سورة قصيرة جدا طب كيف ختمت هذه السورة؟ يعني آخر أمر نزل للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة له يعني طبعا ولكل مؤمن من بعدي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ماذا قالونا؟ فسبح فسبح بحمد ربك واستغفروا أنه كان توابا إذن آخر أمر نزل للنبي خاصة عليه السلام فسبح طبعا نزلت آية بعدها عامة للناس جميعا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون هذه آية عامة للبشر جميعا أما آخر أمر نزل للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة نزلت سورة النصر هي هو فسبح بحمد ربك أمره بالتسبيع فإذن هنا أيها الأحبة أنا لا أريد أن أطيل عليكم حقيقة الدراسات دائما تظهر لنا أن هذه المخلوقات أولا تعيش في جماعات لها سلوك شبيه بالبشر كل يوم يتضح هذا السلوك أكثر من خلال التعاون فيما بينها خلال السلوك الذكي لها من خلال اللغة التي تتحدث بها كما رأينا اليوم كل هذه الدراسات تشهد على أن القرآن سبق العلماء لهذه الحقائق العلمية في قوله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمام أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجى موسيقى اشتركوا في القناة